بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم أعزائي تلاميذ المستوى السادس على قناة درس مع درس جديد في مادة التربية الإسلامية في مكون القرآن الكريم يتعلق الأمر بصورة المرسلات الجزء الثالث من الآية 35 إلى الآية 50 إذن سنحاول أعزائي أن نرطل هذا الجزء من صورة المرسلات وهو الجزء الأخير محاولين تطبيق القاعدة التالية نقل الحركة والمقصود أعزائي بنقل الحركة هنا نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها فمثلا في كلمة والأولين الهمزة هنا مفتوحة وبالتالي ننقلها إلى حركة إلى الحرف الساكن قبلها وهو اللام فننطقه ولولين ولا نقول والأولين بل ولولين وهذا الأمر سائر في رواية ورش ثم أيضا في قليلا إنكم فهناك أيضا ننسكنا لا تكتب لكنها تنطق ننقل لها حركة الهمزة المكسورة بعدها إنكم تصبح قليلا إنكم لا نقول قليلا إنكم ولكن قليلا إنكم على بركة الله نحاول أن نطبق هذه القالة أعوذ بالله من السيطان الرجيم هذا يوم لا ينطقون ولا يوذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم ولو وليه فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هليئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يومنون صدق الله العظيم بعد قراءتنا لهذا الجزء الأخير من سورة المرسلات سنحاول أعزائي أن نتطرق إلى بعض المفردات الصابة في هذا الجزء فبداية القوله تعالى لا ينطقون أي لا يستطيع المكذبون يوم القيامة الكلام ولا يؤذن لهم فيعتذرون بمعنى أن الله تعالى لا يؤذن لهم بالكلام أو الدفاع عن أنفسهم من أجل الاعتذار فإن كان لكم كيد فكيدون يقول الله تعالى فإن كان لكم حيلة تنجيكم من العذاب فأنقذوا أنفسكم منه يقول الله تعالى إن المتقين في ظلال وعيون المتقين هم المؤمنين الذين ينتهون عما نهى الله عنه ويفعلون ما أمر في ظلال جمع ظل وعيون جمع عين عيون الجنة وأنهارها ثم يقول تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون بمعنى إذا قيل لهم في الدنيا صلوا فلا يصلوا وين يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون بمعنى بأي كلام يؤمن هؤلاء ويصدقون إذن بعد فهمنا لهذا الجزء أعزائي نستنتجوا المعنى الإجمالي لهذه الآيات الكريمة فالله تعالى يصف لنا حال المكذبين يوم القيامة بحيث يمنعون من الكلام والاعتضاء بفوات الأوان كما يعيد الله المتقين برضوانه وجناته ويتوعد المكذبين بصخطه وعقابه لذلك أعزائي فعل المسلم لانتهاء عمالها الله عنه واتباع أوامره للفلاح في الدنيا والآخرة إذن إلى هنا أعزائي ينتهي درسنا نقول لكم إلى اللقاء وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه